استقبل صاحب السمو شيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الرئيس فور إغنازينج بيكي رئيس جمهورية توغو الصديقة بحث سموه ورئيس توغو خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين وشعبهما خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية كما شهد صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي ورئيس توغو توقع اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة مالية توغو لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جمهورية توغو وقع الاتفاقية سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومعالي الثانية وزير معالي مالية توغو وبموجب الاتفاقية يقدم صندوق خليفة تمويلا بقيمة 15 مليون دولار أمريكي تقدم على دفعات لدعم المشاريع الاقتصادية في توغو